الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير عبده الذين اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد طبعا جماعة مع انتشار الوباء بتاع الكورونا ده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعوا عن جميع المسلمين إنه على كل شيء قدير ظهرت بدع كثيرة مع انتشار هذا المرض صوفية شغالين بجاين شرف البدع أخوان مسلمين شغالين شرف البدع ظهروا لنا الناس الليلة في الفيسبوك بحملة يسمى قالوا كن إيجابيا قالوا لرفع هذا البلاء والوباء أنا اطلعت على جزء كبير من الحملة دي عبارة عن يقول لك رسل صورة إيجابية واحد مرسل صورة شايل الجنة بتاعه مبتسم واحد مرسل صورة مصور له مع وردة واحد مرسل صورة وعامل الحرم المدني وراه ممنتج المهم فبيعتقدوا أنه ده بيساعد في رفع البلاء الصور اللي برسلها هم مبتسمين وهم شايلين وردة وشايلين كده وده طبعا عقيدة جماعة دي عقيدة فاسدة لأن الذي ينزل البلاء ويرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى ما الصور بتاعتكم دي مش كان شايل وردة كان انت زادك بجيت وردة ما بترفع البلاء البرفع البلاء هو الله يا ناس ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إله وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من يشاء من عبادي أشوف الكفار الأوائل وهم كفار وهم مشركين وهم مشركون وقد قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على شركهم وكفرهم في لحظة البلاء ولحظة الشدة والضراء كان بالجولة الله ما سمعنا أبدا أبو لهب قال عشان يرفع مننا البلاء لابد ترسل لك صورة وكون إيجابيا وماشي الصور له مع وردة ولا رسموه مع وردة حتى لو ما عندهم كاميرا ما بواحد فيه من المشركين قال يرسموه مع وردة عشان يرفع البلاء وقت البلاء الكفار الأوائل كان بالجول الله ربنا قال كده ربنا قال وإذا مسكم الضر في البحر لأن المشركين الكفار ظل من تدعون إلا إياه فما كانوا في وقت البلاء بعرفوا إلا الله سبحانه وتعالى أشكد حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه أو عمران بن حسين رضي الله عنه لمن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه في بداية الأمر وخرج فارا منه صلى الله عليه وسلم ركب سفينة إلى الحبشة فرارا من النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ركب السفينة وكان مشرك الوقت كان كافر أول ما السفينة دار تغرق الناس كلهم بقى ينادوا الله بقى ينادوا الله فقال في نفسه لمن هو بقى ينادي الآلهة وجماعة لما بنجهنا إلا الله قال في نفسه لإن كان لا ينجي في هذا المكان إلا الله عهد علي إن نجاني الله منها أن آتي محمدا فأبايعه على الإسلام وفعلا ربنا نجه فجبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وحسن إسلامه كما ذكر أهل السيئر دينا الكفار الكفار الواحد في حالة الضرابل جاء إلى الله الليل ناس مسلمين الشيطان كل يوم يغشهم بخدعة وكسبة جديدة ودهل من شياطين الإنس والجن يغشهم شفت كيف قالوا رسل صورة إيجابية شانه يدفع البلاء كن إيجابيا وتحدي الإيجابية وتحداك ما بعرفه شنو كده إيجابية يعني هذا كلام يدل على العقائد الفاسدة في هذه المجتمعات الموجودة الآن في عقائد متسوسة بيناتنا عقائد فاسدة البلاد بيدفع أن الناس تتوب إلى الله أول حاجة من عبادة القبب والأضرحة البنوة الصوفية الليلة في البلد وغير من بلدان المسلمين تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من دعاء غير الله الذي هو أكبر الشرك بالله نتوب إلى الله من الحلف بغير الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وأول واحد يقول له الله ده من التفاول الحسن لا التفاول الحسن حقيقته وأصله كما قال العلماء أن يحسن العبد ظنه بربه مش تعتقد لك في صورة تحسن ظنك في الله ما في صورة يا أخي ده 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 الفعل الحسن الذي كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام لكن النوع ده ما تفاول حسن ده فساد في العقيدة بالمناسبة وده تطير عديل كده عشان كده عبد الله بن عباس لما كان جالس وفي الرجل كان جالس جنبه فجاء طاير والطاير ده كانوا في الجاهلية زمان قبل الإسلام كانوا بيتفاعلوا بيهو من جنس التفاول بتاعناس الإيجابية الليلة ده إذا جاء طاير يقول لك خلاص الدفاء اللي حسن والأمور كلها بتزبط زي جمال الآن لمن واحد عينه اليمين ترف يقول لك حشف قروش والله من لي ما شوفه أو يدي ترف حمسك لي قروش كله كده بساكت والأمور دي كلها مفلسة خلاص فالطاير جاء طاير فوق والرجل على العقيدة القديمة قال خير 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 إن شاء الله قال عبد الله بن عباس نهرو شوف العلم كيف وشوف التوحيد كيف قال لا خير ولا شر هذا لا يملك شيئا إن الأمر كله بيد الله الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى حتى عمر بن الخطاب لما كان يطوف في الحج أو في العمرة كان يستلم الحجر الأسود وخلي بالك الحجر الأسود ده نزل من الجنة مش الصورة بتاعتك بتاعت الفيسبوك حجر جا من الجنة فوق جا من الجنة كان أشد بياضا من الثلج وفي رواية أشد بياضا من اللبن أبيض من اللبن والتلج سودته خطايا أهل الشرك شغل بتاع الصوفية ده شغل بتاع ناس أبو لهب وأبو جال هو البقلون أسود يعرفت كيف سودته خطايا أهل الشرك رغم إنه جا من الجنة الحجر ده عمر بن الخطاب كان لمن يستلم لأنه استلام الحجر سنة يعني يستلم بيده يعني ويقبله كان يقول له والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ده الحجر الأسود أجه من الجنة تقول له صورة ترفع البلاء وترفع الكورونا وترفع الوباء وكل يوم طالع إلينا بحاجة جديدة البليد داك طلع قال فيه شيء حب قال قال بي يمنع كورونا طالع وقاله في صوفة حق تمر في صورة الكاف شعرة بترفع الكورونا الصوفية الليلة قالوا نادوا حسن واتحسون ونادوا وظلوا عمر أشان يرفع الكورونا يا ناس ما تتوبوا إلى الله يا أخي يا أخي بضركم شنو لو دعيتوا الله استغيثوا بالله وادعوا الله سبحانه وتعالى ربنا اللي بيكشب عنكم الضر أي ضر لأن الكورونا دي ابتلاء ووباء نزل من الله سبحانه وتعالى أشان الناس يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويا لي خير لي خير ما لي شر في مطلق إنما لي خير عشان الناس ترجعوا وتتوب إلى الله بدل ما يرجعوا إلى الله وحدين يرجعوا له كيف وحدين يعتقدوا في صور وحدين يعتقدوا في حسن واتحسونة وده والله ضلال غاية في الضلال إذا كان الابتلاء ما بيكون سبب في رجوعك إلى الله ترجع إلى الله بتين متين ترجع إلى الله سبحانه وتعالى هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم